السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي في قناتي مشاهد وطيرها. النهاردة باذن الله. معنا كده خلطة كده النهاردة هنعملها للبط باذن الله اللي بدأ ان هو يريش. حاجة كده جميلة. ما شاء الله والحلوة لقوة الا بالله. عاوز اقول لكم الاول مرة شوف قناتي ياريت ينزي اشترك فيها. وكمان تفعل الجرس على كل عشان يوصل لك من قناتي كل جديد. وما تنساش تعملوا لايك لو الفيديو عجبك. زي ما انتم شايفين كده انا معايا هنا بصل مطحون وحبة البركة. ومعايا كمان اعشاب. الاعشاب دي جميلة جدا. هي من المستحسن ان احنا نغليها ونحطها للبط بتاعنا او للفراخ على المية. بس انا طبعا هحطها لهم كده هم هيكلوه بازن الله. لو في اي برد او في اي حاجة طبعا دي كتحسينة للبرد. عشان طبعا انت عارفين الايام دي مرة جو يبرد ومرة جو يحرر. فالجو مهوش مستقر طبعا احنا دلوقتي دخلنا على فصل الصيب. والجو طبعا مهوش مستمر. بزي ما انتم شايفين طبعا انا كده هخلط البصل وحبة البركة طبعا انتم عارفين حبة البركة. آآ رافع مناعة قوي جدا جدا نوت يورو البط والفراخ. بزي ما انتم شايفين كده انا هقسم الى علف بتاعي. العلف اللي انا بستعمله علف صوبر آآ علف خشن صوبر واحد وعشرين في مية نسبة تركيز. دوت يا جماعة دوت عشان البط. انما لو الفراخ بتبقى النسبة اقل شوية. تمام هي الشقارة بتلتمت جنيه دلوقتي يعني بصوا يعني والله العظيم الواحد مقتوم مستو في في الاعلاف والحاجات دي. زي ما انتم شايفين كده طبعا هبدأ ان انا انزل البصل اللي انا فرما كده وحبة البركة على العلف كده. وهبدأ ان انا قلب كل دوت وحطه لهم يكلوا منه كواجبة او فطار الصبح. بعد كده بقى آآ العصرية احطوهم اكل ملبي زامنة. قلتلكوا قبل كده ان انا باكل مرة واحدة بس علف. يا الصبح يا بعض الظهر. لكن ما بحطش على طول. يعني مش طول الوقت حتى قضمهم علف. تمام? طبعا انا كمان الايام اللي جاية دي هكسلهم عايش على العلف علشان خاطره طبعا. يبقى كمان يعني يبقى خلاص كده. انا حطيت لتبط الزغاية اللي كان طلع لي في الرقد من من كاميو. آآ باكل لهم الاكل بتاع البيت ونسبة علف بس بسيطة جدا يعني مش كتير. يعني كبشة بايدي كده باخدها على الاكل بتاع البيت قبل ما بحطه لهم كده لكن ما بحطش زي ده كده. طب ليه ان انا آآ هنا مزودة العلف آآ للبط عشان البط دلوقتي في آآ في سن تريش بيريش وبيطلع ريش. فمحتاج بقى فيتامينات بقى وكلسم وحاجات مندي بالزات الكلسم كمان عاوزوا بالنسبة عليا علشان خاطر طبعا يريش وما يكلوش ويشدو فرش بعد. زي ما انتو شايفين ما شاء الله اول حاجة بيريش فالبط بتبقى الجناحات وبيبقى الدل. الدكرة آآ بتلاقي الجناحات بتاعته آآ بتريش قليل شوية انما الدل بتاعه بيتول النوتي بتتلاقي قفلت ريش من الجناحات بسرعة والدل بتاحها كمان. زي ما انتو شايفين كده ما شاء الله انا بحطو لهم بقى كده وكمان بحطو لهم المية ومعايا كمان آآ برشها ما كده علشان علشان البط آآ ديت اللي هي كوندستال تقريبا اللي هي بتاعت البر ده انا حطو لهم واحدة منها استعمل منها واحدة او اتنين حسب الكمية اللي موجودة عندي. وهقوم بقى مكسرها خالص وحطها لهم آآ على المية علشان خاطر طبعا آآ هم آآ في عندهم كده نخورة طبعا من تغيير الجو انتو عارفين طبعا لما الجو بيغير الطيور كلها بتاعي آآ فانا لازم طبعا اننا لحقهم وادلهم حاجات رافع للمناعة وكمان حاجات للبرد علشان خاطر آآ البط ما يتعبش مني بزيادة ويموت زي ما انتو شايفين كده كده هكسر كل دوات كده واحطه لهم في السقاية بتاعت المية بتاعتم اوفي الحالة بتاعت المية وهزود لهم فيها مية بقى وبعد كده هسيبهم طبعا من الحاجات المهمة اللي انا عاوز اقالها لكم ان البط ما بيكون بيرايش بني ادلوا علاف آآ التربية التانية بازن اللي انا انا كنت قلتلكو عليها اللي هي اللي كانت طلعالي في الرقد الرقدتين او التلات رقدات اللي كانوا طلعين اللي ما شاء الله رب بنا يبارك يا رب آآ الاسبعين اللي فاتوا دولت آآ دولت اللي انا اكلتهم اكل من البيت بس وبدأوا ما شاء الله بدأوا ان هما يعني يطلع لهم ريش وكده ويريشهم بس طبعا انا بحط لهم نسبة علاف برضو بس مش كتير يعني بحطهم زي كبشة كده على الاكل بتاع البيت بحيس مايبقاش كله الاكل بتاعه علاف انما ده طبعا علشان كان واكل معي من البداية خالص علاف فما ينفعش ان انا اسحب منه العلف مرة واحدة واكله اكل البيت هيبقى طبعا غلط وهتلاقي كمان البطة معايا خسط وفي نفس الوقت بدأوا ان هما آآ يكلوا فرش بعض فانا طبعا علشان اتفادأ الموضوع دوت يبقى انا لازم اسحب منه العلف واحدة واحدة فانا بازن الله كده آآ هبدأ ان انا احط لدولة آآ ابدأ ان انا احط لهم على العلف ضوة عيش كده ناشف مكسر علشان طبعا ايه ابدأ ان انا اسحب منهم العلف وبردو اخلط لهم اكل من البيت على العلف كده لحد ما اسحب منهم العلف خالص ويكون هما كمان آآ خلصوا خلاص ترييش لو الفيديو عجبك ما تنسش تعمله لايك شكرا